أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني وضمن رصدنا لإنجازات البلديات في كافة المحافظات نتناول الليلة بلدية أرصيف والتي بدأت كوادر قسم الصيانة فيها بأعمال إعادة التأهيل لشارع الملك حسين وهو أحد الشوارع الرئيسة في مدينة أرصيفة تعمل البلدية وبعد الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية على تنفيذ العطاء بقيمة تقدر بنحو 180 ألف دينار من موازنة البلدية لتتمكن من تقديم أفضل خدمة لأبناء المدينة في واحد من أكثر المناطق حيوية في منطقة لرصيفة بدأت أعمال الصيانة والتأهيل في شارع الملك حسين يأتي ذلك من خلال تنفيذ أعمال التعبيد في عدة مناطق حيوية على طول الشارع هذه الأعمال الإنشائية أتت بعد مطالب عدة من قبل المواطنين لتحسين هذا الشارع من نواحي عدة أعمال تطوير شارع الملك حسين في منطقة لرصيفة أتت كحاجة ماسة لتحسين البنية التحتية هناك من أعمال إنارة بالإضافة إلى أعمال أخرى تنعكس على هذا الشارع الحيوي بشكل يخدم المواطنين المرين والقاطنين فيها الشارع يعمل على ربط العاصمة عمان بمحافظة الزرقاء مع منطقة لرصيفة بحسب تصريحات سابقة لبلدية لرصيفة بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع قرابة نصف مليون دينار هذه الأعمال تنفذ من قبل كوادر قسم الصيانة في بلدية لرصيفة بشكل مكثف خلال هذه الفترة للحديث أرحب بضيفي شادي الزنات رئيس بلدية أرصيفة مساء الخير أستاذ شارع حالا مساء الورد أتوك العافية أهلين فيك ماذا تتضمن أعمال إعادة تأهيل شارع الملك حسين بداية أن الله أستاذ مساءكم شارع الملك حسين هو زيما اتفضلت بالتقرير هو أحد أهم الشارع الرئيسية في المدينة وهذا الشارع من سنوات عديدة لم يتم له أي أعمال صياني كان في علينا خلاف هذا الشارع الأصل أن يكون شارع تنازل صلاحيات يس يعني هو كان المفروض أن يكون لوزارة الأشغال لأنه شارع نافذ يربط بين محافظات بين الزرقاء وبين عمان مرورا برصيفة إلا أنه تنصلت وزارة الأشغال من هذه المسؤولية وهذه المهمة بحجة أن هذا الشارع غير نافذ وهي بين قسين غير نافذ ولا أعلم كيف غير نافذ وهي يربط محافظتين إجمالا البلدية قامت بدور خدمة للأهالي والمواطنين ولكنه ضمن حدود بلدية رصيفة نعم لكن هناك شارع نافذ شارع يجوز ضمن حدود بلدية رصيفة الشارع ملك عبدالله ولكن جزء منه شارع يجوز شارع ملك حسين لا أتحدث عن شارع يجوز كله للأشغال ما في إشي إلنا يعني أنه يقطع حدود الرصيفة من الشمالي من منطقة يجوز لكن هو نافذ للأشغال حتى شارع الجريبة اللي بخرج متفرعا من الرصيفة باتجاه شفى بدران هو نافذ للأشغال ولكن لا أعلم يعني عند هذا الشارع وزارة الأشغال وقفت علينا لكن برجع بأكد مرة أخرى نحن بهمنا خدمة الناس كوان سواء كانت أشغال بلديات نحن ما بنتنصل من مهمتنا برغم كل الظروف المادية الصعبة اللي بتمر فيها بلديات رصفة زي زي كل البلديات استطعنا تأمين مبلغ 187 ألف دينار كمرحلة أولى لعادة صيانة وتأهيل هذا الشارع حاليا وأنا في الستوديو معكم الآن الشباب عم بشتولوا كمان بدهان الأطاريف وصيانة الكندرين وإن شاء الله المرحلة اللاحقة ستكون اللي هي هو مضاء الشارع لكن سيكون أيضا إعادة إضاءة بشكل أفضل الشارع تقريبا كنا مقررين له 12 سحب في 12 موقع صيانة زدنا هذه الكمية خلال الأعمال ستوصل إلى 16 موقع إن شاء الله وربما أكثر إجمالا بعد نهاية المشروع اللي هو ضياله تقريبا بمعدل أسبوعين بخلاص بوعد الناس من خلال من بركم أن يكون حوالي 80% من هذا الشارع تم عادة صيانة وتأهيله بشكل يليق بالمواطنين ويليق بحركة المركبات بدون مشكلة كيف مقصود بأنه 80% فقط وشارع كلفته أنه أعمل صيانة كاملة للشارع من بوابة حطين إلى جسر المية تكلفته أكثر من هذا القيمة لكن حاليا نقدرنا نأمنه ماليا هذا القيمة وبالتالي اشتغلناها على نظام السحبات شي يعني سحبات سحبات يعني أنا ما بمسك الشارع من أول إلى آخر بأخذ هذا المنطقة 50 متر بعيد إنشاءها من أول وجديد المنطقة المتضررة أكثر فأكثر في الأولويات المنطقة الجيدة بتجاوزانها بدخل على منطقة أخرى ممكن تكون 20 أو 30 متر غيرها 100 متر 70 متر هذه نظام السحبات توفير للمال وتوفير للكميات وفترة العمل وبالأهم من ذلك إنه بنعكس جودي يعني في الأخير أنت حليت مشكلة بدأ ما يكون الشارع كله مدمر ولكن هيك ما بيكون في عمر جودة الطريق بيكون أقل كونه هو مجزأ لا لا هو إحنا المنطقة المدمرة تعاد كاملا يعني ما نتركها يعني ما نرقحها ترجعها مش نظام ترجع هو كامل بنشغل وأي منطقة كان فيها مشاكل تسوّت كاملا يعني اللي ضايل اللي حكيت لك 20% هي مناطق ربما عمرها يخدم لسنتين ثلاثة قبل هذا العمر بكثير أو قبل هذا المد رح نكون مكملينه إن شاء الله يعني شو يخطوتكم لاستكمال طريق كامل يعني بأنه يتم توفير المخصصات المالية الكافية لإنجازها إحنا بنشتغل حاليا في عطاء مرادف لهذا المشروع بقيمة نصف مليون دينار للشبكات شبكة الطرق الرئيسية في اللواء بالخمس مناطق فإحنا بترادفا مع مشروع شارع الملك حسين الهدف من هذا الموضوع كله إنه الشارع الرئيسية في المدينة المواطن يشعر إنه فيها فرق وتكون يعني انتهينا من إعادة تأهيلة شارع الملك حسين تحديدا إن شاء الله إذا يعني إن شاء الله بنشتغل إنه قبل نهاية السنة نكونوا مكملين الشارع كاملا لكن برجع بأكد مرة أخرى إنه مع نهاية هذا المشروع ستة يعني بتطلع من أول الشارع إلى آخر ورايح جاي ما رح تحسي إنه في أي مشكلة ولا أي تعاب ولا أي يعني ماذا عن وحدات الإنارة الموفرة للطاقة إحنا اليوم في بلاد الصيفة بدأنا في مشروع التحول بالإنارة إلى الليد المرحلة الأولى عملناها 10 ألاف وحدة ليد قيمة المشروع تقريبا مليون دينار كل وحدة بتكلفنا 93 دينار انتهينا من منطقة إحنا خمس مناطق في اللواء انتهينا من منطقة حي الحسين اللي هي العامرية انتهينا من منطقة حطين ومنطقة الياربوك كاملات استبدال كل الوحدات إلى ليد اليوم ظل عنا منطقتين الرشيد والقادسية عملنا فيها الشوارع الرئيسية وباقي الأحياء الداخلية على المرحلة احنا اشترينا او عطائنا حسب اتفاقنا مع وزارة الطاقة وحسب المقاول احنا رح نشتري خمسين ألف وحدة ليد يعني رح تكون فقط لشارع الملك حسين ولا بنتحدث كل المدينة متكلم كل اللواء شارع الملك حسين رح يكون جزء من هذا المشروع رح تحول في ليد لكن احنا لعشر تلاف تم توزيعها على الشارع الرئيسي كنا في الأحياء وهدف منه توفير طاقة اولا احنا فاتورة الطاقة عنا مرتفعة بالإنارة نتكلم عن مليون دينار تقريبا سنة ومندفع بتالي نهدف الى ان تنخفض الفاتورة الى 40% من هذا العدد ان شاء الله مع نهاية هذا المشروع بالمقابل زي ما حكيت لك احنا مشروع للتأهيل الشبكات الرئيسية للمناطق شغال قبل انتهينا قريبا من مشروع أيضا كان للدخلات والشوارع الفرعية وقبل ذلك كان عنا مشروع الشوارع الترابي عم نشتغل في المجلس البلدي باستراتيجية معينة حسب نتحدث عن هذه الاستراتيجية عشان نفهم أكثر كيف تقوم بلدية رصيفة بإنجاز الأعمال المطلوبة منها منذ بداية العام ضمن كل هذه المخصصات القليلة تمام احنا زي ما تفضلتك بشوي مخصصات قليلة وعندنا امكانيات محدودة وعندنا دين وتحديات وتحديات كميرة وكل البلديات بالتالي لازم يكون عندك استراتيجية تشتغل عليها عشان تنجح احنا بدأنا باستراتيجية منكولة من أربع محاور محور الأصيل هو محور الخدمات وعندنا محور مكافحة الفساد والشفافية مع المواطنين اللي احنا كنا أول بلدي اليوم عم تنشر قرارات المجلس البلدي ونطلع بث مباشر لجلساتنا كان عنا أيضا محور مشاركة المجتمعية وأبدعنا في هذا المجال بشكل كبير وعندنا اللي هو الإصلاح الإداري والأتمتي وبالتالي أيضا كنا أول بلدي من مية وأربع بلديات تتحول إلكترونيا حتى النظام الخاص المهن اليوم صار عنا إلكتروني نرجع للخدمات جينا للخدمات عنا مشاكل كبيرة وبنية تحتية كبيرة في المدينة بدأ إعادة صياني بعد فترة كورونا زي ما بتعرفي وأيضا كان فيه لجان معين لمدة سنة هذا الأمر صار في ضغط على البني التحتي دون صياني بدأنا وزعنا مشاريعنا كان أن مشروع الأول هو مشروع الشوارع الترابي للفتح الشوارع اللي غير معبدة أصلا المشروع الثاني هو الدخلات والشوارع الفرعية والمشروع الثالث اللي هي شبكة الطرق الرئيسية والمشروع الرئيسي اللي هو إعادة إنشاء طرق جديدة استحداثة لتخفيف الضغط على الشوارع القديمة زي شارع الخمير اليوم شارع البساتين اللي فتحناه هي تم تنظيمها الشوارع بشكل جديد ولهي موجودة من قبل وتم موجودة على الورق في منها وغير مفتوحة كانت وفي منها كان يعني زي شارع البساتين كان عرضوا يدوب خمسة متر اليوم صارتنا عشر متر توسع لأن هذا الشارع بيخدم شارع يجوز بخفف أزمات مع الاكتظاظ الموجود في المدينة الصغيرة 34 كيلو متر لمليون غير المار من الزرقة وعمان أكيد لازم تستحدث شبكة طرق ومخارج ومداخل جديدة للأحياء تخفف من الضغط اللي عم بصير على الشوارع الرئيسي نجحنا فيه اليوم بشكل كبير في استحداث خمسة شوارع في الأحياء الرئيسي وعننا إن شاء الله خلال عامين المقبلات نحن نشغل على أربع سنوات للمدة المجلس البلدي زي ما حكيت لك مشروع مثلا الدخلات والشوارع الفرعي انتهينا من 113 داخل وشارع فرعي الشوارع الترابي كان مشروع بمليون دينار للشوارع الترابي اللي الناس إلى 10 أو 12 سنة ما كانت توصل على بيوتها ولا تعرف كيف توصل على بيوتها اليوم عملناهم شبكة شوارع في المناطق الناشئة نحن بنسميها وإضافة شبكة اللي هي شارع الملكي حسين كان من ضمن مشروع أو أتى تزامنا مع مشروع شبكة الشوارع الرئيسي اللي عم نشتغل عليها وبعتقد إن شاء الله منهن يعني بعد العيد رح الناس كثير تفرق معها في هذا الموضوع إضافة زي ما حكيت لك موضوع الأتمة احنا شغالين فيه بشكل ممتاز وكنا رياديين إضافة إلى مشروع لدي اللي عم نتحول فيه اليوم وإن شاء الله يعني أنه نقدر نخدم أهلنا وناسنا في رصيفي بأكثر من ذلك يعطيكم ألف عافية شادي أزنات رئيس بلدية رصيفي شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الموضوع شكرا إليك سنتي شكرا لك